لما اكتر الماجنت بقى طبعا لازم اكون عارف يعني ايه مزايا وايه عيوب الانواع المختلفة البرمنت ماجنت طبعا من عيوبه الاساسية ان هو تقيل جدا لو انا حاولت اخلي فيه في بعض الحاجات بعض الماكا مثال امور اي اكشو بتحط على عربية نقل بالشكل ده كده وده بيتعامل مسلا في مستشفيات بحيث ان يبقى بدل ما مستشفى تشتري ماكنها ويبقى مستشفى التانية ترفير ليها لا ده فيه مسلا كزا مستشفى يعملوا الماكنة دي في عربية نقل كده تتنقل بين المستشفيات دي كل مسلا مستشفى يوم اوكي فطبعا لو انا حاولت الصورة دي صورة لطيفة الحقيقة بتقول لنا لو انا حاولت اعمل الكلام ده بفيرمت ماجنت ده اللي هيحصل فعليا يعني اوكي فطبعا حاجة مش مش لطيفة خالص طبعا ما ينفعش ان انا اعمل الكلام ده بفيرمت ماجنت عادة حاجات ذا كده بنعملها ايامما بسوبر كونداكتن يا ايامما بريزيستف طبعا هنا الفيلد سترنت بتاعي مبقاش كبير عكس السوبر كونداكتن ننسى رزيستف تال ان هو بقى قليل قاوي وهو كده كده في الماركت مهواش كتير يعني ماركت مهواش فيه رزيستف ماجنت كتير فيعني نقارن احسى بين السوبر كونداكتن وبين الايه البرمنت البرمنت المستول الاساسية طبعا هو ما فيش تكلفة خالص للاستعمال بتاعه من اتكلم على بتاعه يعطب من عيوبه ان هو مش مش كبير. الكوست بتاعه رخيص عشان كده يعني بنتكلم على يعني ان هو لو واحد عايز يشتري مثلا ماكنا بسعر رخيص بيبقى غالبا بيروح للبيرومنت ماجنت ما بيروحش للسوبر كونداكتينج. بنتكلم على بتاعه او المساحة اللي هو محتاجها القوضة اللي هو محتاج يتحط فيها نتيجة لان الماجنتيك بتاعنا صغير بتبقى برضو صغيرة. بعكس بقى السوبر كونداكتينج ماجنت بيبقى عندنا طبعا لازم قوضة كبيرة. بنتكلم على ان بتاعه طبعا مسته ان هو كبير قوي. بنتكلم على الكوست ان هو طبعا غالي. بنتكلم على بتاعه يعتبر برضو الى حد ما مش مش صغير. بس طبعا احنا ما نوصل لانه ممكن نوصل لتلاتين طن. تلاتين طن دي حاجة ضخمة جدا. هنا بنتكلم على حد برضو الى حد ما بيتكلم على بتاع الماجنت يعني. فطبعا كل واحد فيهم ليه مزايا ولو عيوب. بس طبعا في بعض الابليكيشنز ملاهاش حل غيرنا نستعمل سوبر كونداكتينج ماجنت. زي بكلم مثلا على مرآي بكلم على سبكتروسكوبي بكلم على اي ابليكيشن محتاج سيجن انترونيز ريشو عالية لازم استعمله سوبر كونداكتينج ماجنت. ممكن نقارن بقى بالادفانتيجز وديس ادفانتيجز بكل واحد فيهم. يعني بتكلم مثلا على البرمنت ماجنت. لاو كابيتال كوست. لاو بيحتاجش اي هيليم ولا حاجة زي كده. الفرينج فيلد بتاعه تغير فالقوضة بتاعته ممكن تكون صغيرة. عيبه زي ما قلت. الميتد فيلد سترانث. بنكلم على فيلد سترانث بتاعنا ما اقدرش يغيره. يعني هو ثابت. يعني ده برمت ناجميت. ما اقدرش ان انا اغير فيه ولا اعمل فيه اي موديفكيشن. اوكي. ننسى بقى ده لانه هو ما هواش جزء مهم قوي. السوبر كونداكتيف ماجنت الحقيقى بزيت انها هاي فيلد. والهموجينيتي عالي جدا برضو ممتازة. الباور كونسومشن برضو والايلة مش مش بطالة. الميزة برضو او العيب بتاعه بقى انه هو كابيتال كوست بتاعه عالي يعني تكلفته عالية. الكريجين كوست بتاعه اللي هو ده الرنين كوست بقى اللي انا بحتاجه اغيره كل فترة اللي هو كل سنتين او كل تلاتة دلوقتي. ده برضو فاكتور مهم قوي لانه هو مكلف. بنتكلم على بتاعه انه هو عادة نتيجة بتاعي كبير. بتاعي برضو بيبقى ايه? رغم انه حتى لو استعملت اكتف شيلدنج بيبقى برضو ستيل بيبقى ايه? بيبقى برضو مش قليل فبحتاج ان انا احطه في قوضة تبقى حجمها كبير شوية.